العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الاقتصاد الوطني ومحاور أخرى نقشت في ندوة أشغال مؤتمر رؤساء البعثة الدبلوماسية والقنصرية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر والذي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون يوم الاثنين والتي كانت بحضور أعضاء الحكومة وبعد ثلاثة أيام من الأشغال بإشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة الذي أكد فيه على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لسياسة التقويم الوطني التي التزم بها رئيس الجمهورية بتجسيدها ضمن مصاربنا الجزائر الجديدة الجامعة بهذا المضمون بهذا الشكل وبهذه الأبعاد تنعقد أو انعقدت لمرة الأولى بمبادرة من الرئيس عبد المجد تبون شخصيا وتحت رعايته وبإشرافه على الجلسة الافتتاحية ولقد تابعتم وأوضح أن هذا المسعى يتم من خلال تنسيق وطيد وفعال مع كافة مصالح وهيكل الدولة في نشطها المرتبط بالعمل الخارجي وكذا عبر الانفتاح على المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاصة مؤكدا في ختام كلمته أنه ينتظر أن تفضى هذه الندوة إلى نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلق بتعديل وسائل ومنهج وأدوة الدبلوماسية الجزائرية بما يتماشى وصياغ العمل الحديث في هذا المجال وأفاد السيد العمامرة بأن هذه الحركية ستتواصل باستكمال التعينات على رأس الهيكل المركزية للدبلوماسية الجزائرية وتنظيم مسابقة مفتوحة لدعم قاعدتها من خلال توظيف عشرات الدبلوماسيين في مصف ملحقين وكتاب وزارة الشؤون الخارجية وكذا الحرس على رفع نسبة تمثيل المرأة مع تجنيد الخبرة الثالية لعدد من الإطارات السامية ضمن مقاربة متكاملة ترمي إلى تعزيز قدرة دبلوماسيتنا على التفاعل والتأثير على جميع الأصعدة بما يحفظ ويحقق المصالح العليا للوطن وفي ختام الندوى بعد ثلاثة أيام من الأشغال والتي توجد بجملة من القرارات والتوصيات الرمية إلى إشراك الجارية الوطنية في التنمية الوطنية وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية الدعمة للاقتصادي الوطنية